أهلا بكم معكم مرة عادل وحلقة جديدة هتكلم فيها على الفرق بين restrictive and non-restrictive clause أولا تعلم راجع مع بعض إيه هي a clause a clause هي group of words مجموعة من الكلمات بيكون فيها subject و verb لازم يكون فيها فاعل و فاعل بس ممكن تكون جملة كاملة عليها معنى مكتمل وممكن تكون معناها مش مكتمل عايز تعرف أكتر عن clause ارجع للفيديو ده ودلوقتي تعلم شوف بقى إيه هي restrictive وإيه هي non-restrictive clause في الأول كلمة restrictive معناها مقيد أو محدد يبقى restrictive clause هي جملة بتحدد أو بتقيد جملة مقيدة أو محددة فأقول مثلا حاجة زي الراجل اللي قاعد في القوضة اللي جنبي هو ابن عمي وركزنا نلاقي أن الجملة أصلها فدي كده جملة عامة مش معروف أنهي man أنهي راجل اللي بنتكلم عليه لازم أكون محدد أكتر أو أحدد أكتر فأقول the man who lives next door فwho lives next door دي كده clause جملة بتحدد الجملة التانية فدي كده restrictive مهمة لو شلتها من الجملة المعنى بيكون مش مكتمل أما بقى non-restrictive clause أو الجملة الغير محددة دي لو شلتها من الجملة معنى الجملة مش هيتأثر يعني لو شلت الجزئية دي من الجملة هتبضل الجملة سليمة زي مثلا لو قلت john who is a great student studies hard ساعتها لو أنا قلت john studies hard هتبضل الجملة سليمة ومعروف إحنا من الكلمة على مين على العم جون who is a great student دي كده non-restrictive لو شلتها من الجملة الجملة مش هتتأثر وعشان كده لازم أفصلها عن الجملة باستخدام come قبلها و come بعدها يبقى non-restrictive clause أعرفها إزاي؟ بأن أنا أقدر أشيلها من الجملة وأعرفها كمان من punctuation اللي لازم أحط come قبلها و come بعدها عشان في الغالب هي بتفصل ما بين subject والverb بتوصف مثال تاني لو قلت liverpool which is a great team won the cup لو أنا قلت liverpool won the cup الجملة سليمة liverpool فازت بالكاس ولكن أنا حطيت في النص وصف كده زيادة liverpool which is a great team which is a great team دي حتة زيادة ممكن أشيلها من الجملة لكن أنا خلتها عشان أدي وصفة زيادة فسعيتها لازم أحط come قبلها و come بعدها ودي بنسميها non-restrictive clause أو indefinite clause طيب عشان تفهم الفارق أكتر تعال نشيل liverpool ونحط the team the team which won the cup is liverpool سعيتها لو أنا شيلت which won the cup هتبقى الجملة مش واضحة the team is liverpool يبقى على حسب المعنى مثال تاني لو قلت the car that is parked next to the shop is mine ساعتها الجملة دي الحتة دي في النص دي بتحدد الجملة لاني لو مسحتها من الجملة قلت the car is mine مش هيكون معروف انا بتكلم على any car لكن القلت تعت which is parked next to the shop حددت any car اللي انا بتكلم عنها فدي كده restricted clause جملة محددة بالحالة دي مبحطش قبلها اي punctuation ولا بعدها اي punctuation بتبقى جزء من الجملة عشان تتأكد هي restrictive ولا non-restrictive جرب تشيل القلوس دي من الجملة لو الجملة فضل معناها كامل وسليم فدي كده non-restrictive ولازم حط قامة قبلها وقامة بعدها اما لو المعنى ما بقاش واضح ساعتها دي كده restrictive مهمة للجملة ومهمة للمعنى وساعتها ما بحطش punctuation قبلها ولا بعدها طبعا ما تنسوش ان انا باستخدم كلمة who مع الاشخاص باستخدم كلمة which مع الاشياء يعني قلت مثلا the man who أو the team which واستخدم كلمة that مع الاتنين ممكن مع الاشخاص وممكن مع الاشياء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة